يسعد صباحكم ومشاهدين أهلا وسهلا فيكم إلى محطتنا الأولى حيث نتحدث عن نوبات الصرع التي قد يصاب بها بعض الأشخاص وتسبب العليم المشاكل لهم ولمحيطهم نتعرف أكثر على أسباب الصرع وطرق علاجه مع أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور نصري معلم دكتور يسعد صباحك يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا دكتور بداية خلينا نعرف نوبة الصرع طبية من ناحية طبية قبل أن نعرف الصرع ما هو الصرع يجب أن نعرف ما هو الطبيعي في جسم الإنسان أو في دماغ الإنسان دماغ الإنسان يتكون من عدة ملايين ملياردات من الخلايا العصبية التي تعمل فيما بينها على توافق مستمر عن طريق ومضات أو ذبذبات كهربائية تنتقل من خلية عصبية لخلية أخرى وتستقبل من خلايا أخرى إما هذه الومدات الكهربية تخرج من خلية ومجموعة خلايا إلى مجموعة خلايا أخرى أو إلى جميع أنحاء الدماغ وبالتالي إذا كانت هذه الومدات الكهربية التي تعمل ملي الخلايا بشكل توافق وطبيعي تكون وظيفة الدماغ طبيعية ويسيطر على جميع أنحاء الجسم ووظائف الجسم الحيوية وكذلك وظائف الدماغ الأساسية في حالة وجود خلل في هذه الومدات الكهربائية التي تخرج من الخلايا الدماغية من مجموعة إلى مجموعة أخرى أو من خلية إلى خلية أخرى هنا يحدث إطراب أو خلل في عمل هذه الخلايا هذا يظهر إلى الخارج عن طريق خلل عصبي إما أن يكون موضعي ناتج عن موقع معين خفيف في الدماغ موقع معين أو شامل إذا كانت هذه الومدات الكهربائية يكون فيها خلل شامل في جهتي الدماغ وهون يأتي كمان فيها الغيبوبة مع التشنجات الكبيرة إذن خلينا نحكي الأعراض التي تظهر عند الشخص التي تحدث عنده هذه الأعراض يعني هذه الأعراض هي فلها رينج واسع كبير من الخلاجات الخفيفة جدا إلى التشنجات الكبيرة من الخلاجات الخفيفة قد يكون خلاجات في النظر قد يكون خلاجات حسية قد يكون تمتمي إستار بعض الكلمات انقطاع خفيف للحظات أو موجرات ثوانية عن العالم الخارجي وبعدين يرجع المريض إلى حالته الطبيعية خلال ثوانية معينة أو هناك الخلل الكبيرة أو النوبة الكبيرة التي تكون عبارة عن غيبوبة مع تشنجات في جميع أنحاء الجسم أو جهة واحدة من الجسم وهذه هي النوبات الكبيرة للصراع فهذا الرينج كبير بين الخلاجات الخفيفة إلى الخلاجات الكبيرة هناك أنواع هناك أدة أنواع يعني هو نوعين كبار إما أنه النوبات الخفيفة أو النوبات الكبرى النوبات الخفيفة أيضا فيها أنواع كثيرة من نواع حسي من نظرية من إحساس معين من غففين من دوخة من تمتمات من إخراج بعض الكلمات تشنج خفيف في الإيد لا يوجد فيها غيبوبة ولكن إذا حدثت غيبوبة بسيطة قد يكون هذا معقد أكثر من الخفيفة إلى أن نصل إلى النوبات الكبيرة أو الجراند مالة اللي نسميها نحن النوبة الكبيرة التي يكون فيها تشنج في دميع جميعاً حياة الجسم غيبوبة تستمر عدة دقائق مع مرات عدم تحكم في البراز عدم تحكم في البول مع قرط لللسان أو تشنج في الأسلال نعم إذن هذه الأعراض الكبيرة اللي ممكن تتحدث عنها في مراحل متقدمة ربما لكن الأعراض البداية اللي بتظهر في المراحل هي ليست مراحل متقدمة أو مراحل هي نوع من النوع السرع إما النوع الخفيف أو النوع الكبير هذا يعتمد على مدى الخلال الموجود داخل العصبونات أو الخلال العصبية إذن لا تأتي بالتدريج وإنما إذا أصيب قد تأتي بالتدريج تبدأ هذه النوبات بنوبات خفيفة لاحقاً ثانوياً يلحقها نوبات كبيرة تتحول إلى نوبات كبيرة ممكن فيها كذا النوع إذن دكتور كيف بالبداية إذا بشوف شخص عنده بعض هذه الأعراض أو هو نفسه كيف ممكن يقدر أنه هي بداية صرع أو هو نوع من الصرع يعني هو متشابه مع أشياء تشخيص الصرع ليس بالأمر الهيين وبعدين إلصاق تشخيص مرض الصرع إلى إنسان ليس بالهيين إذا حدثت نوبة واحدة من هذه الاختلاجات هذا قد لا يكون من الصرع قد يكون له سبب آخر ولكن إذا تكررت هذه النوبة أكثر من مرتين هنا يجب النظر ويجب أنه أخذ بعين الاعتبار أنه قد يكون نوبات صرعية التشخيص يتم عن طريق أولاً أخذ التاريخ المرضي لما حدث للنوبة التي حدثت وهذا عادت أن يأخذ عن طريق الأقارب عن طريق من شهد وجود هذه النوبة لأن المريض أحياناً كثيراً قد ينسى ولا يتذكر ما حدث له أثناء هذه النوبة ممكن يتذكر ما قبل النوبة بعض الأعراض ولكن أثناء النوبة لا يتذكرها لذلك نحن نعتمد على إنسان نركن إليه بمعلوماته أنه ماذا رأى وماذا حصل وهون يوصف لنا ما حصل هذا أهم إشيء في التاريخ المرضي وصف الحالة التي حدثت لهذا المريض الشكل الثاني من التشخيص هو عبارة عن تخطيط للدماغ أو رسم للدماغ الذي يمفيه عن طريق رسم الوامضات الكهربائية الخلايا الدماغية التي تتحول في هذا التخطيط إلى موجات كهربائية وهذه الموجات الكهربائية عادة التي تزر من الدماغ أثناء النوبة وما بعد النوبة تختلف عن بعضها البعض في طريقة حدوثها في موجات كهربائية على التخطيط وهون عند قراءة هذا التخطيط يمكن الجزم أنه هذه نوبات صراعية أو نوبات طبيعية دكتور هل هو مرتبط وراثياً هذا المرض؟ أمنه فيه له عوامل أخرى لا لا فيه جزء منه وراثي إذا منحضر هنا فيه كثير من العائلات عندها أبناءها وأبوها والوالدين والأجداد عندهم نوبات صراعية لكن عند الوالدين الذين لا يعانيان من نوبات صراعية قد تكون احتمالية الوراثي 1 إلى 2% لكن في حالة وجود واحد من الأبوين عنده نوبة صراع أو عنده مرض الصراع ترتفع هذه النسبة إلى 10% وراثياً ما للأبناء هل هناك عوامل أخرى مسببة؟ طبعاً نحن هنا الصراع هو جزئين إما الصراع الأول الذي يكون ناتج عن خلق إما خلقي أو موجود داخل الدماغ أو عدم وجود تطور كافي للخلايا الدماغية داخل النسيج الدماغي وإما العردي أو الثاني والذي يكون ناتج عن أذى ثانوي للدماغ إما عن ضربات إصابات بالرأس إما عن كسر في الجمجمي نزيف داخل الدماغ ورم داخل الدماغ التهابات السحاية التهابات النسيج الدماغي أي وذم أخرى جلطات دماغية قد تؤدي إلى هذا ضربات سقوط على الرأس ضربات ارتجاج في الدماغ قد يؤدي إلى حدوث هذه النوبات السراعية نعم إذن دكتور هل يصاحب هذا المرض عادة المضاعفات لاحقة؟ لأنه كمان الأعراض كما تحدث أنه ممكن سقوط حاد نعم مريض الصراع يجب أن يأخذ بين الاعتبار أنه أحيانا لا يسيطر على نفسه فمن المضاعفات التي تحدث عند مريض الصراع إذا لم يكن مرافقا من أحد آخر من الأقارب أو المرافقين لأله قد يؤذي نفسه بسقوط لأنه يفقد الوعي ويسقط على أردك قد يكون هناك صابف الرأس كسر في الإيدين في الإجرين هذا يحدث ولكن قد يؤذي الآخرين لأنه يتصرف بطريقة لا يعيما يتصرف من المضاعفات الأخرى أنه تكرار هذه النوبات دون علاج يؤدي إلى خلل في الدماغ أنها تستهلك الطاقة الكبرى من الجسم من شأن هيك المريض بعد النوبة يتلاقيه أنه يستغرق أو يغط في نوم عميق لأنه يستهلك كل الطاقة الموجودة بالجسم فبالتالي ينام ساعتين زمان وكأنه يعني غايب عن الوعي ولكنه في نوم عميق يكون فالتشنجات التي تحدث تستهلك كمية كبيرة من الطاقة الموجودة بالجسم وهذا إذا تكرر دون علاج يؤدي إلى خلل في وظيفة خلايا الدماغ أيضا نعم دكتور إذن كيف يكون التدخل لعلاج مرض الصرع أولا تشخيص المرض كصرع ثانيا هناك العلاج بالعقاقير بالأدوية هنا في عنا مجموعة كبيرة من الأدوية التي نعالج بها مرض الصرع من الأدوية الخفيفة إلى الأدوية الثقيلة يعني أحيانا نضطر إلى إضافة علاج آخر أو علاج ثلاث أهم إشي في علاج الصرع هو التحكم في نوبات الصرع بحيث أنها لا تحدث وهذا النوب في حوالي 50% من المرضى إذا تابعوا البرتوكول والتعليمات الطبية مع الفحوصات اللازمة للعقاقير الطبية لنعطيها في حوالي 3 إلى 4 سنوات قد 50% من المرضى دول ممكن أنهم يتعالجوا ويطيبوا وفي 50% قد يكون هذا مزمن وعليهم يعني مواصلة العلاج إلى مدى الحياة العقاقير كثير والعقاقير في عقاقير طبية يعني جديدة وهي ناجعة منيحة لعلاج المرض الصرع متوفرة لدينا متوفرة لدينا كلها يعني بأكملة من القديم إلى الجديد وهناك الشق الآخر للعلاج وهو الشق الجراحي الشق الجراحي إحنا هذا هو آخر خيار في الجراحة إذا فشلت كل العقاقير في التحكم بالنوبات العصبية هون نلجأ إلى الجراحة في حالات معينة إذا كان هناك بؤرة معينة داخل الدماغ وهي المسؤولة عن النوبات الكهربائية هذه أو الومضاد الكهربائية التي تؤدي إلى الصراع يمكن إجراء عملية جراحية لإزالة هذه البؤرة ولكن قد يحتاج المريض إلى مدومة في العلاج ما بعد ذلك لكن قد يكون النوبات أخف على المريض أو تحكم فيها بصورة أفضل بعد الجراحة إذا كان هناك سبب آخر قد يكون علاجه جراحي مثل نزيف تأخذ الدماغ ممكن نعمل عملية جراحية وإزالة هذا النوبات نزيف وتفريغه وبالتالي المريض يكون ممتاز إذا كان هناك ورم دماغي يضغط على الخلال الدماغي أو على نسيج الدماغي ممكن إجراء عملية جراحية وإزالة هذا النوبات إذا كان هناك نوع من أنواع التشهوات الخلقية في الأوعي الدموي أو التشابك الـ AVM أو التشابك الوريدي الشرياني قد نلجأ إلى إجراء عملية جراحية وإزالة هذا التشابك الوعائي إما عن طريق تسكيره بمواد معينة أو إزالته جراحيا وهو بطيب المريض يعني تكون النوبات قابلة للعلاج حتى جراحيا نعم دكتور يعني بطيب بمعنى أنه يعني الصراع لا يلازم الشخص إذا ما تلقى العلاج لا يلازمه طوال الحياة أنا قلت أنه أولا قد هو مرض مزمن ولكن ممكن علاج وسيطر عليه وتحكم به بالأدوية نعم دكتور محليا هل هو منتشر عندنا يعني هل في نسبة عالية نعم 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 في الدول النامية هذا موجود أكثر من دول متقدمة حالات اقتصادية وحالات اجتماعية وحالات وفي أن كثير الناس يعني ممكن يصير عندهم هذه النوبات هم طبعا لا وعي ولكن بطريقة أنه يكون عيب عليه أنه يقول والله ابني عنده كذا ولا أختي عنده كذا ولا كذا يعني فهي في وصمة اجتماعية وصمة اجتماعية دونية وهذا للأسف يعني حتى في قديم الزمان كانوا يعالجوه عن طريق الشعوة ذي الشعوة ذي أنه هذا جن لكن للأسف مع أنه ذكرنا دكتور قبل الهوة عن شخصيات عالمية يعني كان عندها صرع نا يعني من الشخصيات العالمية التاريخية يذكر أنه مثلا عظم قائد عسكري فرنسي اللي هو نابليون بونوبرد كان يعاني من المباكلة السراعية وكذلك الفريد نوبل اللي هو صاحب جائزة نوبل في العلوم هذا هو كان يعاني منه وأعتقد واحد من الرؤساء الاتحاد السوبيتي أنا لا أذكر الاسم بالذوق لذلك يعني أنا غير متأكد أنه هو قربة شوة بورتسي ولكن أنا لا لا أجزم من هو نعم إذن يعني يجب أن أتخلص أيضا من هذا الجانب الشق اللي هو الوصمة الاجتماعية المرتبة بالمرض يعني إذا كان في مسج أو إذا كان في أي رسالة للناس أنه هذه ليس وضع مرض الصرع هو مرض عادي ويمكن علاجه ويمكن أخذ الأدوية والمريض يعيش حياته العادية طبيعية يعني في بعض الدول سابقا بدي أقول لك يعني في الصين كان لحد سنوات السبعينات كان يحذر على هذول الناس أنهم يتزوجوا حتى في المملكة المتحدة في بريطانيا إلى أوائل السبعينات كان يحذر عليهم الزواج فبعد ما تقدم العلم وتبين ما هو سبب الصرع وكيفية علاجه وكذا ولغيت هذه القوانين لا في الصين ولا في بريطانيا وحتى في الولايات المتحدة كانوا يعني كان في حد أوائل السبعينات وثمانية في الولايات المتحدة كان يحذر على مريض الصرع الدخول إلى أماكن عامة في المطاعم مثل مراكز الترفية ظلم هذا ظلم لأنه كانوا يفكروا أنه إذا صابتوا هاي النوبة يعني هو يأذي للآخرين مش بس يأذي يعني بنكد على الآخرين اللي جايين نبسته وكأنه يعني هو هذا إشي شاف لكن بعد تطور العلم تبين أنه هاي القوانين هي فاسدة وتم إزالتها جميعا في كل هذه الدول يعني صحي دائما أن العلم هو الذي يقودنا إلى طريق الصواب دكتور السؤال الأخير فيما يتعلق بالناس اللي حاولين المريض يعني أو المريض نفسه لما بتعرض لنوبة الصراع كيف ممكن يتصرفوا بحيف الشخص ما يأذي نفسه ولا يأذي اللي حاولك صحيح هلأ إحنا عقولنا أنه هذي النوبات صراعية نوعين إما النوبات الخفيفة الذي يشعر بها المريض هون في هذه الحالة المريض علي أن يجلس أو يستلق على الأرض لحظات ثواني دقائق ماكسموم تو أو ثلاث دقائق هذي أطول نوبة؟ هذي النوبات الخفيفة اللي يشعر بها الإنسان هو يداري نفسه لكن في النوبات الكبيرة المريض نفسه لا يشعر بما يحدث معه وهو غائب عن الوعي لذلك كل الأمور الأخرى المساعدة تكون على الناس المرافقين له أول شيء أنا أدوه لأن المريض اللي في حالة النوبة الكبيرة والتحركات والتشنجات الإيدين والإجرين وهذا أول شيء هذي ممكن تستمر؟ هذي تستمر بين ثلاث دقائق خمس دقائق مرة ممكن إلى عشر دقائق لكن أهم شيء في هذه العلاجة أنه هذه التشنجات غير قابلة للسيطرة عليها بالقوة يعني ما منوع أنه تيجي مريضة أنه بتشنج يجي دمسك إيديه بدمسك إيديه إلا يتركه لأنه مش ممكن تسيطر عليها الشغل الأولى أن يمكن استلقاء المريض على الأرض ووضعه على جانبه الأيسرة والأيمن ورفع الرأس إلى الخلف الخارج وإيمالته لأنه هذول الناس بيكون عندهم من الأعراض تبعتهم أنه بيكون عندهم لعاب زايد مع رغوة تطلع زي زبد فهذا مشان يطلع اللعاب هذا حتى لا يتشردك فيه ونفتح مجرى التنفس المريض هذا يظل يتنفس منيح لفترة زمنية عبين ما تروح النوم وبعدين ممكن أما ممنوع فتح ثم المريض ووضعه شغلات أخرى في ثم المريض ممنوع السيطرة على الحركات تبعتهم غير قابلة للسيطرة نعم أكيد نتمنى السلامة للجميع وكل شكر لوقتك دكتور وكل شكر للمعلومات اللي أضبت لنا إياها تسلمي شكرا إليك شكرا يسعد الله يخليك مشاهديا ننتقل إلى فاصل قصير ونتواصلين معكم في هذا الصباح